اعلنت شرطة منطقة الرياض انها بالتنصيق مع وزارة التجارة اوقفت صاحب متجر الكتروني متخصص في بيع اجهزة الجوال بعد قيامه بعرض اجهزة جوال باسعار منخفضة عبر الموقع الالكتروني للمتجر والاعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي واستلام حوالات من المشتريين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة اجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال مع عدم الالتزام بتسليم الاجهزة المعلن عنها المشتريين او اعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاما وكانت وزارة التجارة قد اكدت انه بناء على ما ورد اليها من بلاغات حول المتجر المذكور فقد تم رصد مخالفة المتجر الالكتروني واحالت ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك واحالت مخالفة المتجر والمعلنين الى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية وفقا لاحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية تمهيدا لتطبيق العقوبات النظامية